السلام عليكم أقدم لكم في هذا الفيديو الجزء الثاني من درس الدالة الخطية الذي يهم تلامدة سنة الثالثة من التعليم التانوي الإعدادي والقدرات المنتظرة من هذا المقطع هي كالتالي أولا تحديد سيغة الدالة الخطية انطلاقا من عدد غير منعدم وصورته ثانيا تحديد سيغة الدالة الخطية انطلاقا من نقطة مخالفة لأصل المعلم من تمتيلها المبياني وأخيرا قراءة تمتيل مبياني لدالة خطية نمر الآن إلى العنوان الثالث في الدرس والذي يهم كيفية تحديد معامل دالة خطية خاصية إذا كانت f دالة خطية وx عدد حقيقي غير منعدم سأوضح لكم لماذا غير منعدم فإن معامل دالة f هو العدد الحقيقي f لx على x أي لحساب معامل دالة نحتاج فقط إلى عدد واحد وصورته ثم نقسم الصورة f لx على العدد x وبما أن x يتواجد بالمقام والمقام يجب أن يكون غير منعدم فإن x عدد حقيقي غير منعدم وكما رأينا في جزء الأول في المثال الخاص بالمستطيل f لx على x الذي هو معامل دالة يعبر أيضا عن معامل تناسب بين أعداد السطر الثاني والأول نمر الآن إلى المثال الأول مثال واحد f دالة خطية بحيث f لثلاثة تساوي خمسة بمعنى أن صورة العدد ثلاثة بالدالة f هي خمسة لنحدد صيغة دالة الخطية f بدلالة x إذا لتحديد صيغة دالة الخطية يكفي تحديد معاملها لأن الأرتوب عند الأصل كما رأينا في الجزء الأول يساوي 0 لأن الدالة تمر من أصل المعلم نعلم أن الصيغة العامة لدالة خطية كيفما كانت دائما تكتب على الشكل f لx تساوي ax حيث a هو معامل دالة أولا لنحدد a معامل دالة f حسب الخاصية أي الخاصية التي أمامنا هنا لدينا a تساوي f لx على x أين نحتاج إلى عدد وصورته بالدالة f وبما أن f لثلاثة تساوي خمسة كما لدينا في المعطيات فإن معامل دالة سيساوي f لثلاثة على ثلاثة أي صورة العدد الثلاثة على العدد الثلاثة نعود الصورة بخمسة ونقسم على ثلاثة إذن معامل دالة هو خمسة على ثلاثة وبالتالي يمكننا استنتاج صيغة دالة خطية f كالتالي f لx تساوي خمسة على ثلاثة x أي معامل دالة في x أما الأرتوب عند الأصل فدائما يساوي صفر نمر إلى المثال الثاني مثال ثاني في المستوى المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم o.j كما نرى جانبه نعتبر المستقيم l التمثيل مبياني لدالة خطية j كما يوضح الشكل جانبه المستقيم l لنحاول تحديد معامل دالة الخطية j إذا لتحديد معامل دالة الخطية j نحتاج فقط إلى نقطة مخالفة للأصل المعلم وصورتها بالدالة الخطية j ومنه من خلال تمثيل مبياني للدالة الخطية j نختار مثلا أفصول ناقص واحد ولنحاول تحديد صورته بالدالة j إذا لننشئ المستقيم المار من ناقص واحد والعمودي على محور الأفاصيل كما ترون في الشكل ثم نسقط نقطة تقاطع هذا المستقيم مع المستقيم l على محور الأرتيب عموديا فنحصل على الأرتوب أربعة إذا يمكننا القول أن صورة العدد ناقص واحد بالدالة j هي العدد أربعة ونكتب j لناقص واحد تساوي أربعة نعلم أن صيغة أي دالة خطية تكتب على الشكل جل x تساوي ax إذا معامل دالة a يمكننا حسابه بالسعمال العدد ناقص واحد وصورته a تساوي جل x على x إذا جل ناقص واحد على ناقص واحد ومما أن صورة العدد ناقص واحد بالدالة j هي أربعة إذا أربعة لناقص واحد ستعطينا ناقص أربعة وبما أن معامل الدالة هو ناقص أربعة وبالتالي يمكننا السنتاج صيغة الدالة j على الشكل جل x تساوي ناقص أربعة x نمر الآن إلى مثال ثالث مثال ثالث يستهلك جهاز كهربائي طاقة كهربائية أهل التي بالكيلوات أغ بدلالة زمن تي بالساعة أي أغ كما يوضحه الميبيان جانبه أي المستقيم الأخضر يمثل السلاك بدلالة الزمن الزمن تي في محور الأفاصيل والطاقة الكهربائية أهل التي محور الأرتيب السؤال الأول هل الميبيان جانبه يحقق وضعية تناسبية؟ إذن نرى أن المستقيم الأخضر الذي يمثل تمتيل الميبيان لهذه الوضعية يمر من أصل المعلم ونعلم مما درسنا خلال السنوات السابقة أن أي مستقيم يمر من أصل المعلم فهو يحقق وضعية تناسبية إذن نعم بما أن التمتيز جانبه هو مستقيم يمر من أصل المعلم فإنه يحقق وضعية تناسبية نمر إلى السؤال الثاني وبما أنه يحقق وضعية تناسبية أو علاقة تناسبية فإننا يمكننا التعبير عنها بواسطة علاقة خطية كما رأينا في الجزء الأول أي علاقة خطية أو دالة خطية تربط T بأهل T نمر إلى السؤال الثاني لنجد ميبيانيا طاقة المستهلكة خلال استعمال الجهاز لمدة 100 ساعة نرى أن 200 ساعة من الشغال يستهلك خلال هذا الجهاز من خلال تمتيل ميبياني 100 كيلوات أغ بمعنى أن صورة العدد 200 بالدالة الخطية التي تربط ما بين T وأهل T هي 100 إذن بما أن 4 تدريجات تمتيل 200 على محور الأفاصيل فإن تدريجتين ستمتيل 100 كالتالي إذن لتحديد كمية الطاقة المستهلكة خلال استعمال الجهاز لمدة 100 ساعة يجب تحديد صورة العدد 100 بالدالة الخطية أهل T إذن ننشئ المستقيم المار من 100 والعمودي على محور الأفاصيل كالتالي ثم نسقط نقطة تقاطع هذا المستقيم مع المستقيم الأخضر على محور الأراتيب عموديا فنحصل على تدريجتين ولكن نلاحظ أن تدريجتين على محور الأراتيب تمتيل 50 إذن الطاقة المستهلكة خلال 100 ساعة هي 50 كيلوات أغ إذن يمكننا القول أن صورة العدد 100 أهل 100 يعني الطاقة المستهلكة خلال 100 ساعة هي 50 تساوي 50 نمر إلى السؤال ثالث ثالثا لنجد مبيانيا المدة الزمنية الكافية للسهلاك طاقة كهربائية قيمتها 175 كيلوات أغ أولا نحدد موضع 175 على محور الأراتيب إذن بما أن كل تدريجة تمتيل 25 إذن موضع 175 سيكون هنا في التدريجة السابعة نعلم الصورة هي 175 إذن نحتاج إلى العدد الذي صورته 175 إذن نعكس العملية كما رأينا في الجزء الأول ننشئ المستقيم المار من 175 والعمودي على محور الأراتيب كالتالي ثم نسقط نقطة تقاطع هذا المستقيم والمستقيم الأخضر أي التمتيل مبياني للدالة الخطية أو للتي على محور أفاصيل عمودياً تمثل 350 إذن يمكننا القول أنه خلال 350 ساعة السهلك هذا الجهاز 175 كيلوات أغ إذن نكتب أغ لـ 350 تساوي 175 إذن صورة العدد 350 بالدالة الخطية أغ تساوي 175 نمر إلى السؤال الأخير لنكتب أو للتي بدالة التي أي لنحدد صيغة الدالة الخطية أو نحتاج فقط إلى عدد وصورته إذن نختار أصغر عدد الذي هو 100 صورته هي 50 بما أن أو لمئة تساوي 50 فإن معامل الدالة أو يمكننا حسابه بقسمة الصورة أو لمئة على العدد 100 فنعوض أه لمئة بخمسون إذن خمسون على مئة إذا اختزلنا بخمسون نحصل على واحد على اثنان إذن معامل الدالة الخطية أه هو واحد على اثنان وبالتالي صيغة الدالة الخطية أه للتي تكتب على شكل واحد على اثنان التي هكذا وصلنا إلى نهاية درس الدالة الخطية وإلى درس قادم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر